بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اعطيكم العافية بدنا قطع الوحدة الثانية مستوى رابع ان شاء الله قطع الوحدة الثانية مستوى رابع الان في انا القطعة هاي الاولى شوي مهمة دير بالنا الان learning a foreign language اللي هو تعلم لغة اجنبية learning a foreign language اول شي بدنا نعرف اللي هي القطعة بتحكي الان بشكل عام عن مجموعة افكار الان الفكرة الاولى الموجودة فيها بتحكي لنا عن شي اسمه اللي هو benefits هاي اللي هي benefits of learning of learning of foreign language الان لما بنيز نحكي benefits of learning of foreign language طبعا ايش معناها اخواني اللي هي معناها فوائد learning اللي هو تعلم foreign language اللي هي لغة اجنبية افوري اللانغوج يعني المقصود فيها اللي هي ايش اللي هي new language foreign language اللي هي new language اوك الان هاي اللي هي الشغلة اللي لازم نعرفها طبعا رح يشوف في عنا اللي هما اربع فوائد موجودات اوكي الاربع فوائد هذول اللي تعلم لغة اجنبية الان في عنا فكرة غير هاي الفكرة تحكي لنا عن شي اللي هو اسمه challenges الان challenges هاي المقصود فيها اللي هي تحديات تحديات لتعلم لغة اجنبية في عنا تحديات معينة يعني تعرض يعني تعرض للدماغ اللي رح ندرسة مع بعض طبعا التحديات في عنا اخوان اللي هما تحدي واحد وتحدي اثنين الآن غير التحديات في عنا شي اسمه اللي هو study الآن study هاي المقصود فيها اللي هي دراسة الآن دراسة لازم اعرف انه في كلمات بنفس معنا كلمة دراسة في عنا كلمة اللي هي research هاي اللي هي research وفي عنا كلمة اللي هي survey الآن وندير بالنا على هاي الكلمة كثير الآن هذول الثلاث كلمات معناهم دراسة في عنا نتائج للدراسة كمان شوي بنشوفهم اللي هما نتيجتين للدراسة الآن بننتقل لفكرة غير هيك في عنا شي اسمه اللي هو experiment الآن experiment المقصود فيها اللي هي التجربة تجربة الآن رح يشوف كمان شوي اللي هما في عنا نتيجتين لتجربة معينة موجودة اوكي في عنا مجموعة اللي هو ضمائر نعرفها في عنا كلمات لازم نعرفها بالاضافة غير الضمائر والكلمات اللي هي في عنا اللي هي جمل اقتباس جمل اقتباس نهتم فيها الآن هاي الافكار العامة في القطع اللي رح يشتغلها مع بعض في عنا اللي هو فوائد تعلم لغة اجنبية هاي اللي هي شغلة في عنا اشي اسمه challenges في عنا اللي هي study او research او survey في عنا اللي هم نتيجتين كمان هاي اشي في عنا اخواني هون اشي اسمه experiment في عنا كمان نتيجتين رح ندرسه مع بعض في عنا مجموع الضمائر كلمات وجمل اقتباس لازم نهتم فيها ان شاء الله تعالى الآن القطعة طبعا كاملة تنبتحكي عن اللي هي فوائد تعلم لغة اجنبية الآن اول شي بعد انكم بنا نحدد اللي هما الفوائد الاربعة ليش لانه اول فائدتين قريبات من بعض الآن الفائدة الثالثة والرابعة بعض عن بعض فبنا نحددهم الآن الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم الآن في عنا هاي اللي هون اللي هي الفائدة رقمها واحد هاي اللي هي الفائدة الاولى الآن الفائدة الثانية في عنا اللي هي learning a new language also presents the brain with unique challenges الآن هاي اللي هون اللي هي الفائدة رقمها اثنين فائدة رقمها اثنين اذا في عنا اللي هما فائدتين الفائدة الاولى اللي هي exercising the brain والفائدة الثانية اللي هي learning a new language also presents the brain with unique challenges اذا بدي اختصر كمان وكمان الفائدة الاولى هي exercising the brain الفائدة الثانية هي presenting the brain with unique challenges كمان هذا الشيء جائز 100% الآن عندي مشكلة معينة مثلا في التحديد ما بقدرش اخدها من هون بقدرش اخدها من هون من كلمة learning الآن بدي اجيبها كليات الفائدتين اول فائدتين من عند as well as exercising the brain it's thought that learning a new language also presents the brain with unique challenges الآن هاي اللي هون بعتبرها كليات على اساس انهم هذول فائدتين كمان هذا شيء جائز يعني دين دين يسر واللغة كمان اللغة يسر اكيد يعني فهاي اللي هي اول فائدتين لان لو فتحنا بالدوسية الصفحة اللي بعدها نتج الفائدة الثالثة اخواني اللي هي هيها it's believe that language learning can also اللي هي improve your decision making skills اذا هاي اللي هون اللي هي language learning can also improve your decision making skills هاي اللي هون اللي هي فائدة رقم حكم فائدة رقم ثلاث اذا هاي اللي هون اللي هي فائدة رقم ثلاث لا ايش فائدة لتعلم اللي هي اللغة الاجنبية لتعلم اللغة اللي هي الاجنبية اذا هاي اللي هون الفائدة الثالثة الان عندي مشكلة انا في البداية هون ما بقدرش انا ابلشها من language الان بدي ابلشها من البداية جائز جدا الان اتس believe that language learning الى اخرى كمان هذا الشيء جائز 100% فما فيه مشكلة الان بننتقل اخواني للفائدة الرابعة الان الفائدة الرابعة اللي هي هاي learning a foreign language هاي learning a foreign language can also improve your ability to use your mother tongue more effective الان هاي اللي هون فائدة رقمها كم اللي هي فائدة رقمها اربعة اذا هون اللي هي الفائدة الرابعة لا ايش اخواني اللي هي لتعلم اللغة الاجنبية اذا كم طلعوا فائدة كلياتهم طلعوا عنا اربع فواد الان بدي اخذها من عند كمان جائز جدا الان على الرغم من انه الفائدة الثالثة والرابعة بعاد شوي الا انه يعني فيهم يعني فيهم شوية تيسر صراحة الان هون شو بحكي انا هون learning or foreign language تعلم لغة اجنبية بيحسن كذا وكذا معناتوا هاي فائدة من فوائد تعلم لغة اجنبية نطلع بالله الفائدة الثالثة هاي اللي هون language learning can also improve الان تعلم اللغة ايضا يحسن معناها هاي اللي هي الفائدة الثالثة ونلاحظ اذا لاحظتوا هون بداية فقرة وهون بداية فقرة يعني ان شاء الله تعالى ابدا مش قضية يعني الان بالروح هون نرجع للفائدتين الموجودات هذو اللي هما اصلا وربعات اذا فوائد تعلم لغة اجنبية طلع عنا اللي هما كم اربع فوائد اوكي طبعا في الها شرح معين القطعة يعني كلنا بنذكر يعني اللي بسمعوني الان انه لما كنا نشرحها اول شيء اللي هو شرح معين بعدين اللي هو نبدأ فيها بس الان يعني كونه ما بديش بس انه سماعي فمن خلال الاشياء الموجودة هون هاي ان شاء الله تعالى بنتوقف عن كل جزئية بدأ توضيح من وضحها الان نحكي بسم الله الرحمن الرحيم الان بنسمي بسم الله كمان learning a foreign language اللي هو تعلم لغة اجنبية foreign هون المقصود فيها ايش اللي هي new language اللي هي لغة جديدة اوكي الان بحكي لنا في البداية هون speaking a foreign language تحدث لغة اجنبية it is claimed يعني بمعنى يدعى يعني يقال it is claimed طبعا في القاعدة اللي اغلبنا يا اخذها يا اللي بدي اخذها خلال الاسبوع هذا بمشيت ربنا عز وجل لان it is claimed الاصل هاي اللي هون انها تكون وين جاية هاي اللي هون في البداية ومتبوعة بذات يعني الاصل انه اصل الزملة it is claimed that speaking a foreign language improves هيك الاصل منها طبعا هاي ناحية اللي هي grammatical area اللي هي ناحية قواعدية لما نوصلها ان شاء الله بنتحدث فيها بتفصيل اكثر اذا تحدث لغة اجنبية يقال improves the functionality and improves بمعنى اللي هي يحسن the functionality اللي هي الاداء الوظيفي او اللي هي الوظيفة الاداء الوظيفي بيحسن اللي هو الاداء الوظيفي للماء in several different ways في طرق اللي هي مختلفة اذا several different ways طرق الان different مختلفة و several اللي هي عديدة اذا several different ways بطرق مختلفة عديدة الآن الجملة الاولى هاي ايش ممكن اسأل عنها الجملة الاولى ممكن تكون سؤال اللي هو code سؤال اللي هو اقتباس الآن اذا بدي يزيب لي نقتبس والله نقتبس الجملة شو بدي يكون السؤال عليها نقتبس الجملة اللي بتحكي عن فائدة speaking of foreign language يعني السؤال جدا بيكون very loud and declare جدا 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 واضح اذا هون speaking of foreign language فائدتها انه بيحسن الاداء الوظيفي للدماغ in several different ways الآن learning a new vocabulary الآن vocabulary ايش معناها اللي هي مفردات الآن لما البني آدم يحفظ مفردات كلمات جديدة و grammar rules اللي هي القواعد هاي اللي هون اللي هي القواعد provides the brain بيزود الدماغ with beneficial exercise exercise معناها اللي هي تمرين تمرين شماله يا اخواني اللي هو تمرين او تدريب مفيد والذي يحسن الذاكرة الآن بني آدم يعني مغفى على عالمكم اكيد البني آدم لما يجي يحفظ شغلة معينة يحفظ كلمات يحفظ كلمات ويحفظ قواعد هذا الاشي هذا اللي هو يعني هذا التمرين مفيد التمرين هذا ايش بعمل بيحسن اللي هي الذاكرة بيحسن الذاكرة الآن which هذا الضمير ممكن نسأل عنه اللي هو بيعود على مين يا اخواني على اللي هو beneficial exercise which improves memory والذي يحسن اللي هي الذاكرة الآن بيحسن الذاكرة مين بيحسن الذاكرة اللي هو beneficial exercise التمرين المفيد طبعا الميموري اللي هي ability to remember things هاي اللي هون الميموري هاي اللي هي ability الآن to remember things شو يعني remember اللي هي يتذكر اللي هي things المقصود فيها اللي هي الأشياء أوكي الآن هاي الزملة اللي هون الجديدة هاي ممكن اسأل عنها آه نعم من وين هي الزملة أصلا تبدأ من عند اللي هي learning new vocabulary لعند اللي هي كلمة اللي هي memory الآن إذا بدنا نسأل عنها شو بدي يكون السؤال عليها كمان سؤال اختباس الآن شو سؤال الاختباس بدي يكون موجود في هاي اللي هون علاقة اللي هي the relationship between learning languages ما بين تعلم اللغة and improving memory الآن or improving the abilities to remember things الآن بدي يكون اللي هي الجملة الموجودة عنها هون إذا هاي memory اللي هي الذاكرة هي القدرة أننا نتذكر الأشياء الآن memory مش مذكورة طبعا إلا في هاي الجزئية الآن هون بحكي طبعا بدي يلخص الكلام اللي فوق فحكينا as well as exercising the brain يعني بنستنتج من الكلام اللي فوق أنه تدريب للدماغ إذا هاي اللي هي الفائدة الأولى الآن بشكل رسمي بالإضافة إلى تدريب الدماغ it's thought that you قالوا أو يعتقد يعتقد الآن it's thought that learning a new language تعلم لغة جديدة also أيضا presents the brain الآن بيقدم أو بيعرض يعرض الآن الدماغ اللي بيعرض الدماغ لا إيش أخواني with unique challenges challenges اللي هي المقصود فيها اللي هي إيش اللي هي تحديات unique اللي هي فريدة من نوعها إذا لما أنا أجي أتعلم لغة إذنبية بيعرض دماغي هذا الشيء لتحديات فريدة من نوعها الآن لما نيجي نحكي تحديات فريدة من نوعها هاي تفهم بمليون طريقة فالآن بديو يعمل هون اللي هو habit explanation اللي هو توضيح اللي هي unique challenges شو التحديات اللي قصدوا فيها الآن هون these include وهذه تشمل these مين هي these اللي هي unique challenges اللي هي التحديات الفريدة من نوعها الآن these include وهذه تشمل الآن هون في عنا التحديات unrecognizing من هون اللي هي a recognizing different language systems هذا اللي هو التحدي الأول اللي هو recognizing different language systems هذا التحدي الأول الآن التحدي الثاني الموجود عندنا هون اللي هو these systems هذا اللي هو تحدي اللي هو به طبعا هو ايش الأصل قصده انه recognizing معناها اللي هي different language systems اللي هي أنظمة اللغة المختلفة فاسا كل لغة بالدنيا فيها نظام معين الآن التحديات أني أنا أدرك بدي أتعلم لغة معينة إذن بدي أنا أدرك نظام هاي اللغة الآن أدركت نظام هاي اللغة وتعلمتها ما في فائدة إذا ما عملت اللي هو communication يعني اللي هو تواصل معين باستخدام هاي اللغة أو باستخدام هاي الأنظمة الموجودة داخل اللغة إذن هون اللي هم التحديات بدي يكون recognizing different language systems and ways شو قصده هو قصده recognizing different language systems and recognizing اللي هي ways to communicate within these systems إذن إدراك الأنظمة وإدراك طرق التواصل بهاي الأنظمة ما في فائدة إني تعلمت أنا لغة بدون مع أني أتواصل فيها فهاي اللي هون اللي هم تحديات إذا سألني عن التحديات now notice نلاحظ الآن التحديات بعدهم مباشرة هون اللي هم التحديات إذن في عنا تحدي الأول وفي عنا تحدي ثاني الآن لو جبت أنا التحديات من بدايتها كمان عادي جدا يعني مش قضية أبدا لو جبت التحديات من أولها ما في مشكلة إطلاقة يعني ما نعملها مشكلة نهائيا إذن هون these include recognizing different language systems and ways to communicate within these systems أوكي الآن هون في عنا جملة اقتباس true or false الآن these skills هذه المهارات المكتسبة طبعا improve تحسن new chances of success الآن chances اللي هي المقصود فيها اللي هي فرص فرص اللي هي النجاح in other problems solving tasks as well الآن in other problems solving tasks tasks معناها هون هون طبعا هي معناها مهمات هون بمعنى اللي هي مهارات مهارات إيش؟ مهارات اللي هي حل المشكلات مهارات حل المشكلات as well المقصود فيها أيضا إذن هاي اللي هي these skills هاي المهارات بتحسن اللي هو فرص النجاح in other problems solving tasks as well الآن هاي اللي هون إيش ممكن أسأل عنها إما جملة اللي هي true or false إنه هل والله تعلم اللغة ينتج عنه مهارة حل المشكلات أو اللي هو تحسين مهارة حل المشكلات طبعا الجواب بدي يكون أكيد 100% اللي هو true أو ممكن مثلا أسأل عنه بطريقة اللي هي ثانية مثلا غير الطريقة هاي اللي هو اقتب الزملة اللي بتحكي عن حل المشكلات واللغة يعني تعلموا اللغة المقصود وحل المشكلات فبدأت تكون هاي الزملة سهلة جدا ما فيها شيء إذن في حل المشكلات الآن حل المشكلات مقصود فيها مثلا مثلا على سبيل المثال طلعت سافرت على بلد أجنبي الآن البلد هذا بتحدث لغة معينة الآن إذا كنت أنا مثلا بعرف هاي اللغة غالبا ما رح يصير عندي مشاكل في التواصل إما إذا ما أعرف اللغة هاي معناته وضع طبيعي جدا إنه يصير عندي مشكلة في التواصل مع الآخرين فهي المشكلات اللي قصدوا فيها فتعلم اللغة بيخلي البني آدم يعني يبتعد قليلا من المشكلات اللي ممكن أنه يتعرض إلها الآن It said that يقال بأنه students who طبعا اللي هم students who study foreign languages الطلاب اللي بيدرسوا اللي هم لغات أجنبية do better يعني أداءهم يؤدون أفضل الآن أداءهم بيكون لهو أفضل إذن يقال أنه الطلاب اللي بيدرسوا لغات أجنبية بيؤدوا أفضل on the whole اللي هو بالمجمل يعني بشكل عام اختبارات عامة in math في الرياضيات وفي القراءة وفي المفردات من الطلاب أنه طلاب اللي who have only master who have only master يعني الذين فقط ايش أخوان اللي هم أتقنوا أتقنوا master بمعنى اللي هو master كفائل معناها يتقن والفعل جدا جدا مهم ندير بالنا كلمة اللي هي master طبعا ما تيجي شهاد مجلستير أكيد يعني بس هون كفائل بمعنى اللي هي يتقن إذن من الذين أتقنوا their mother tongue mother tongue اللي هي اللغة الأم طبعا تانج لحالة معناها لسان وماذر اللي هي أم هون مصطلح يطلق على اللي هي اللغة الأم اللغة الأم إيش اللغة الأم اللي هي first اللي هي first language اللي هي اللغة الأولى اللي يتحدث فيها البني آدم يعني زينا احنا وبكل فخر الحمد لله لغتنا mother tongue اللي هي عربي أكيد إذن هاي اللي هي الأجزاء لان شو بدنا إذن من الفقرة الأولى هاي اللي هون في عنا زملة اختباس في بدايتها عن speaking of free language في عنا زملة اختباس بعدها اللي هي بتحكينا عن إيش أخواني اللي هو تحسين عملية اللي هي الذاكرة وحكينا عن الذاكرة اللي هي إيش معناها اللي هي ability to remember things أوكي الان بعدها حكينا عن الفائدتين exercising the brain واللي هو تعريض الدماغ لليونيك challenges بعد الـ challenges في عنا اللي هما A و B اللي هو بعدها مباشرة اللي هما الـ challenges الموجودة الان هون في عنا زملة اللي ها علاقة في حل المشكلات الضمير هون دير بالنا بيعود على اللي هو students الان هون في عندي مقارنة اللي هو ما بين إيش الطلاب اللي بيتعلموا لغات أجنبية والطالب اللي بتقن فقط لغة واحدة الان طلع انه الطلاب اللي بتعلموا لغة أجنبية واش وضعهم هذول يا إخواني وضعهم انه امتحاناتهم بيكونوا الامتحانات العامة عندهم أفضل من الطالب اللي فقط اللي بيعرف اللي هي لغة الأم الان بكمل هون بعدنا هون في عنا عن الدراسة اذا مذكرين هاي كنا نحكي عنها قبل ما نبلش الان الشرح القطعة يعني كلمة كلمة الان according to study وفقا لي study اللي هي دراسة الان هون ضرور جدا نتذكر حكينا قبل شوي كواني هون study اللي هي research اللي هي survey وندير بالنا على الكلمة هاي الكلمة هاي ابدا ابدا مش قليلا ندير بالنا survey ايش مانا survey اللي هي دراسة الان في عنا دراسة طبعا وفي عنا اذا مذكرين هون حكيت قبل شوي في عنا دراسة وفي عنا اللي هي تجربة طبعا الدراسة هاي تختلف تماما اللي هي عن التجربة الان الجامعة اللي راح نقرأ عنها جامعة بنسلفينيا هاي في امريكا الان هي اللي عملت الدراسة وهي نفس اللي عملت التجربة الآن الدراسة غالبا هاي تعمل في أي مكان معين يعني بالشارع ممكن تعمل مثلا الآن الأكسبريمنت اللي هي التجربة هاي اللي هون تجربة فيه لها أماكن خاصة فيها الآن أماكن زي اللي هم اللابس مثلا اللي هم المختبرات أو ما شابه الآن هون بحكينا أكوردينج تو أستدي وفقا لدراسة كريد آوت كريد آوت بمعنى اللي هي أجريت أو نفذت يعني اللي هي بمعنى اللي هي دن إذا بدنا الكلمة هاي اللي هي كوندكتد إذن فيه عن اللي هي دراسة كريد آوت اللي هي دن أو كوندكتد باي بينسيلفينيا سT paar يوليستي الأخرى festival الآن الدراسة هاي في لها نتائج الآن إيش معنى نتائج الدراسة اللي هما كلمة تريزلس هاي الموجودة المعتادة وأحيانا تستخدم مع اللي هي نتائج الدراسة اللي هي كلمة اللي هي الآن شو نتائج الدراسات إلها كثير معاني طبعا هاي الكلمة بس هون ممكن يزيب لي ياه مثلا كسؤال طبعا هو صراحة ما بتانيني لأنه اللي بتانيني ما رح يزيب لي أعطيني نتائج نتائج إيش؟ لازم يذكر لي نتائج الدراسة يعني فبذكرها يعني الكلمة هاي لو ما عرفتها مش حضية أبدا الآن بدرجع هون أخواني شو بحكينا حسب الدراسة هاي الآن الدراسة هاي نتاج عنها شغلات معينة شو النتائج؟ الآن في عنا السطر هذا الموجود كله كامل وفي عنا هون هاي اللي هي النتيجة الأولى الموجودة وفي عنا النتيجة الثانية بتبلش من هون وبتكمل الصفحة اللي بعدها بس خلينا شغل شغل الآن مالتي لينجول البيبول الناس اللي متعددوا اللغات اللي بيحكوا لغات كثيرة عندهم القدرة على اللي هي تسويتش انهم يبدلوا أو ينتقلوا اللي هو ما بين نظامين في الكلام يعني الآن اللي هي الكتابة والتركيبة تركيبة أو اللي هي بنية الجمل يعني بطريقة شمالها اللي هي بطريقة سهلة وضع طبيعي جدا أخواني يعني بني آدم بيحكي له لغتين ثلاث أربع مثلا الآن هذا الشخص بإمكانه أن ينتقل من لغة للغة بطريقة سهلة ما عنده مشكلة بالمرة الآن فهذه اللي هي شغلة الآن بإمكانه أنه يكتب مثلا يعني أنا هسا مثلا قاعد أني على سبيل المثالة بقرأ إنجليزي الآن ممكن أنا المباشرة بقرأ عربي بعدها الآن بجي بحكي إنجليزي بحكي عربي بعدها بكتب إنجليزي بكتب عربي بعدها مباشرة فعاد اللي هو عملية الانتقال يعني من اللغة للغة الملتيلينجوال بيبول اللي هم الناس متعددين اللغات الآن هاي اللي هون شغلة الآن أثبت أنه الآن ضمير ذين دير بالله شوي عليه الآن ذي هذا الضمير أخواني بيعود على اللي هي ملتيلينجوال بيبول ملتيلينجوال بيبول الآن هم أيضا قادرين على أن يبدلوا مش بس يبدلوا بالكلام لأ الآن قادرين على أنهم يبدلوا بطريقة سهلة between completely different tasks as well ما بين إيش يا أخواني اللي هي completely different tasks tasks طبعا معناها اللي هي مهام مهام الآن different اللي هي مختلفة الآن completely تماما إذن قادرين على أنهم يبدلوا كمان ما بين اللي هي مهام مختلفة تماما الآن هاي اللي هم إذن الشغلتين خلصت هاي اللي هي النتيجة الثانية لمن يا أخواني للدراسة ما بتطول الله يطول عماركم الآن هون بيحكيننا عن اللي هي قالنا هون اللي هي study طبعا study شو حكي أنا معناها هاي اللي هي survey اللي هي دراسة هاي أو اللي هي research شو معنا research اللي هو البحث أو الدراسة إذن حسب الدراسة هاي بعد الدراسة مباشرة راح نلاقي اللي هم النتيجتين الموجودات عنهم الآن هاي اللي هي شغلة طبعا بيت الشغلة هذا جدا مهم قد يوازي يعني أهمية اللي هي القطعة نفسها إذا كانت النفوس كبارا تعبات في مرادها الأجسامه فاندير بالنا صاحب الطموح العالي جدا دائما وأبدا هذا يعني لازم يوصل لمرحلة دائما بنحييها إذا البني آدم بده يحصل على قدم رياضية بده يتعبها بده يصير فيها شد عضل بده تتعب فما بالنا إذا البني آدم بده يحصل على عقل رياضي طريقة تفكير رياضية الآن وضع طبيعي جدا بده يجهد وبده يتعب بده يبدل جهد عالي جدا إن شاء الله فعلا وانتوا قدها بعون الله الان في عنا هون عن الأكسبرمنت أكسبرمنت اللي هي المقصود فيها اللي هي التجربة الان وان إكسبرمنت بيحكي لنا هون عن التجربة في تجربة تطلبت من المشاركين معناها مشاركين الان هون تطلبت أو استلزمت من المشاركين to operate أنهم يشغلوا لأن سميليتر هذا هو جهاز system that simulates اللي هو جهاز أو device بيشبه بيحاكي اللي هو الواقع لأن في هاي التجربة طلبت من المشاركين أنهم يشغلوا لأن سميليتر لأن سميليتر المقصود مع فارق التشبيه هنا لدينا غرفة معينة في عنا على الدائر هون على دائر الغرفة هاي كليات وهون في عنا screens اللي هي شاشات موجودة الآن الفكرة وين أدخلوا اللي هما مجموعة من الأشخاص هون اللي هما people اللي هما مجموعة اللي هما ناس موجودين الآن مجموعة الأشخاص وزعوهم مثلا على الشاشات الموجودة الآن خلوا كل بني آدم فيهم طبعا هذا اللي هو كله هذا عبارة عن simulator اللي هو جهاز تشبيهي الآن خلوا كل واحد فيهم يقود اللي هو سيارة معينة كأنه يحاكي الواقع يعني كانها سيارة بالشارع يعني عاديوا بمشي وإشارات ضوئية وإلى آخرين الآن أثناء ما هم بالتجربة هاي أدخلوا لهم اللي هي مهام إضافية لما كنت أحكي عن القطعها كنت أحكي مثلا أنه أدخلوا لكل واحد فيهم موبايل على سبيل المثال وأعطوا ورقة صغيرة وأعطوا مكتوب عليها رقم وطلبوا منه أنه يتصل في الرقم الموجود في الورقة هاي وبيجيب معلومة معينة مثلا هذا الكلام أثناء القيادة الآن خلص التجربة خلصت فلنفترض مدتها كانت اللي هي ساعة زمن الآن لما طلعوا الناس الآن الناس طبعا موجودين كانوا في ناس ملتي لينجوال بيبول وفي ناس اللي هم بس بيحكوا اللي هي لغة واحدة الآن وجدوا أنه ملتي لينجوال بيبول اللي هم الناس متعددين لغات هاي وجدوهم أنهم أقل تشتت أنه تشتتهم أقل هاي شغلة نقطة رقم اثنين اللي هي إذن أخطائهم بما أنه تشتتهم أقل بدو يكون أخطاؤهم ما لا أخواني اللي هي أقل معنى هذا الكلام أنه البني آدم اللي يعرف لغة واحدة تشتت وشو بدي يكون عنده تشتت أكثر بالإضافة إلى أنه أخطاء ووضع طبيعي شو بدأت تكون هاي بدأت تكون أخطاء اللي هي أكثر إذن هاي اللي هي إيش أخواني هاي اللي هي التجربة اللي عملتها اللي هي جامعة بنسلفينيا إذن جامعة بنسلفينيا عملة شغلتين لازم نعرف فهم الشغل الأولى إشيه له علاقة في تجربة في الدراسة ونقطة رقم اثنين شيء له علاقة اللي هي في التجربة الآن هون بحكي لنا إذن أثناء يعني أثناء كريينج أوت أثناء دوينج عمل سبريت تاسك لأن تاسك معناها اللي هي مهام سبريت اللي هي منفصلة يعني بيقودوا السيارات وبالمقابل يعني هم أثناء القيادة لأن عطوهم مهام اللي هي منفصلة يعملوها في نفس الوقت الآن التجربة هاي التجربة الآن أظهرت أو بيّنت الآن التجربة أظهرت أو بيّنت أن الآن هاي اللي هون اللي هي النتيجة الأولى هاي الموجودة عندنا نتيجة رقمها واحد وهاي اللي هون اللي هي نتيجة رقمها اثنين نتائج مين هذول إخواني نتائج اللي هم التجربة الآن وجدوا أنه المشاركين متعددي اللغات وList Distracted يعني كانوا أقل إيش أخواني أقل تشتت إذن المشاركين متعددين لغات كانوا أقل تشتت بالمهام الأخرى هاي اللي هي شغلة لقمة واحد اثنين طبعاً therefore معناها اللي هي نتيجة لذلك نتيجة لذلك الآن Made Fewer Driving Errors Made من هم طبعاً Made اللي هم Multilingual Participants Made Fewer Driving Errors عملوا اللي هي أخطاء شو معناه Errors اللي هي معناها أخطاء الآن Driving اللي هي قيادية Fewer إيش يعني Fewer اللي هي أقل إذن هاي اللي هون نتائج إيش هذول الشغلتين اللي هون نتائج الأكسبرمينت ما بتوقع أخواني هون في عنا اللي هي Experiment هاي نتائج إذن الأكسبرمينت الآن كنا نكتبوا جزياتنا موجود فيها هون اللي هي واحد زائد اثنين هي كنت أن أقولكم واحد زائد اثنين هي إيش أخواني هاي نتائج التجربة وليست نتائج الإيش الدراسة نتائج التجربة مش نتائج الدراسة إذ استرعSí يمكن أن أعطينا عندي نتائج الدراسة سؤال الثاني يعطيني نتائج التجربة إذا ما ميزتم عن بعض لا سمح الله مشكلة كبيرة صار الآن هون في عنا تعلم اللغة يحسن أيضا الآن مهارات صنع القرار الآن عندما نتحدث لغة أجنبية الآن بمعنى نزن يعني نعرف يعني ندرك الآن سطل دفرنس سطل هذه الكلمة جدا جدا مهمة دير بالنا الآن سطل معناها اللي هي دقيق الفروقات الدقيقة في معاني الكلمات أو اللي هي طريقة الأترنس أترنس معناها اللي هو النطق أترنس معناها اللي هي النطق is made الآن ما نجد نتعلم لغة الآن مثال قديم الحديث في عنا اللي هي كلمة write هاي وفي عنا كلمة اللي هي write هاي الموجودة الآن كلمة write الموجودة هون وكلمة write اللي هون الآن الثنتين هذو write بس الفكرة أنه الأولى هاي الموجودة عنا معناها يكتب واللي تحت هون اللي هي معناها يمين أو صحيح أو إلا أكثر من معنى الآن أنا على أي أساس عرفت الفرق بين هاي و هاي على أساس معرفتي لللغة إذا صار عندي الآن قدرة على التمييز باللي هو معاني الكلمات الموجودة الآن بالإضافة إلى النطق عملية النطق ممكن أنها تختلف مثلا الآن لما أنا أجي أحكي مثلا الكلمة هاي اللي هي كلمة اللي هي read الآن ممكن نفس الكلمة هايها أقرأها اللي هي read إذا كانت تصريف ثاني أو تصريف ثالث فلما أنا أجي أحكي كلمة read هاي اللي هون الآن هاي الكلمة والمعنىenh kana لازم أعرف أن هاي الكلمة اللي هون مثلا اللي هي عبارة عن The verb 3 هاي اللي هون عبارة عن اللي هي the verb one مثلا فهやって هين الأن يصبح ندرك اللي الğu الفرقات ما بين السماع الكلمات الموجودة وفي المثال القديم الحديث في عندنا كلمة اللي هي C أو C سي هاي اللي هون مثلا معنى هيراء هاي اللي هون معنى هلية بحر على أساس أنا بفرق إنuh هاي، والله معنى هيراء وهاي معنى هلية بحر معرفتي في اللغة بالإضافة إلى النطق الموجود الآن عملية النطق هاي كمان بتأثر يعني لما أنا مثلا على سبيل المثال بحكي مثلا مع صاحبي الشغلة معين هيك من باب الدعابة أو شيء بحكي شيء معين بحكي لها ما شاء الله عليك والله يعني فهمان من الدرجة الأولى لما أنا بحكي معه بالطريقة هاي هم معروف يعني عذرا ليه وعبارة عن استهزاء مثلا لأن ناخذ كلمة فهمان ونطلقها هيك بشكل عام يعني فلان ما شاء الله عنه فهمان الآن لاحظ نفس الكلمة استخدمتها هون وهون بس لما نطقتها بطريقة معينة أعطت اللي هو معنى معين سواء كان معنى مجازي أو معنى حقيقي بغض النظر فهذا اللي هي شغلة الآن this process is then transferred هذه العملية is then transferred subconsciously تحول subconsciously اللي هو باللا شعور يعني transferred معناها اللي هي تحول باللا شعور to other situations اللي هي مواقف أخرى in which التي فيها اللي هي المواقف الأخرى judgment is called for الآن الحكم judgment معناها اللي هي الحكم يطلق is called for دي استدعى يعني يطلق and decisions have to be made الآن هو المثال القديم الحديث على ما أذكر يعني نحكى للكل بدون استثناء أجا طالب مثلا متأخر جدا على حصة معينة مثلا الآن هذا الطالب يا إخواني الآن دخل مثلا وسلم في آخر الحصة الآن المفروض مثلا الحصة من الثنتين للأربعة فلنفترض أجل على ساعة أربعة لأربع ودخل الآن ممكن أحكي له آه شرفتنا والله شرفتنا كثير ما شاء الله يعني آه حضرتك مشرف من التربية مثلا يعني لعنما أنا أجي أحكي كلام زي هيك الآن الآن ناخذ بس كلمة شرفتنا والله الآن هاي ممكن تحكى عشان تدل على شيء حلو جميل بس لما أنا نطقتها بطريقة معينة الطالب الآن صار عنده بالسبقنشاس باللا شعور تاعه الآن خلص بده يدرك أنه أنا تأخيرتي عملت شيء زيك معناته المرات القادمة أنا ما راح أتأخر أو بالحصص ما راح أتأخر فنقل المعرفة اللي هو وصل لها إلى other situations الآن هذا كله في العقل الباطن يعني جوه ما راح يحكي لي الكلام يحكي لي والله بما أنك حكيت لي بالطريقة هاي معناته أنا ما راح أتأخر المرات القادمة لا أكيد لا الآن هون بيهمني اللي هو صراحة هاي اللي هون كثير الآن لو طبعا سؤال جدا تعباني لو حكالي أنه والله كيف باكتب له كل الكلام الموجود تحت هذا اللي هون وهذا سؤال بعيد يعني صراحة بعيد كثير عن اللي هي فكرة أصلة الوزارة ندير بالنا عن الكلمات اللي هون نسأل عنها اللي هي ستل وكلمات أترنس الآن هون بحكينا عن اللي هي الفائدة الأخيرة الآن فاينالي أخيرا تعلم لغة أجنبية أيضا يحسن قدرتك أني أستخدم اللي هي اللي هي اللغة الأم مور أفكتفلي الآن أي بني أدم بيتحدث يعني اللغة الإنجليزية مثلا ناخذ يعني على أرض الواقع إحنا عرب مثلا إذا إحنا نيجي مثلا بدرس إنجليزي معناها وضع طبيعي لازم أنا أكون بالعربي كمان قوي طب شو علاقة هاي في هاي الآن لما أنا أجي أتعلم اللغة الإنجليزية وضع طبيعي جدا فيه لها نظام الآن النظام هذا أبدأ بتطبيقه أو طريقة الحكي مثلا أو طريقة صف الكلمات أبدأ بتطبيقه على لغة الأم فبصير أنا منظم في اللغة الجديدة وبصير أكثر تنظيم في اللغة الأم فهي هاي اللي هي الفكرة الآن هون كفائدة إذا تعلم اللغة هاي بحسن القدرة أني أستخدم لغة الأم مور أفكتفلي الآن لأنك تصبح الآن تصبح اللي هي أكثر واعي يعني واعي أكثر في الطريقة ذاته التي تعمل بها اللغة الآن بصير أنا واعي في اللغة الإنجليزية يعني بتعلم أنا عربي وبتعلم اللغة الإنجليزية صرت أكثر واعي في اللغة اللي كيف نظام اللغة كيف طريقة اللغة اللي بتعمل فيها ببلش أطبقها على اللغة اللي بستخدمها كل يوم تطبيقها على اللغة اللي أنا إيش اللي بستخدمها كل يوم الآن أبدأ بتطبيقها تطبيق مين يا أخواني هاي اللي هون الضمير هذا اللي هون صراحة هو أخطر ضمير موجود في القطعة كاملة لأن الضمير هذا اللي هون بيعود على اللي هي هاي اللي هي هذا الكلام اللي هون جدا جدا مهم الموجود هون كثير مهم الآن نشوف بالله نشوفها من ناحية المعنى نعملها لأنني أصبح أكثر وعي بالطريقة التي تعمل بها اللغة أبدأ بتطبيقها على اللغة اللي بستخدمها أبدأ بتطبيق مين الطريقة اللي تعمل فيها اللغة يعني قصده اللي هو النظام تاع اللغة الفلانية مثلا الآن the skills you obtain المهارات التي you obtain كلمة شوي مهمة كلمة obtain طبعا كلمة aware مهمة الآن المهارات التي نكسبها من تعلم لغات أجنبية أو تعلم لغة أجنبية ينتج عنه أنه يجعلك a better speaker له متحدث أفضل وwriter له كاتب أفضل in your own language اللي هي في لغتك الأصلية إذن هاي كل ياتها بتحكي عن اللي هي العلاقة the relationship between اللي هي ما بين شغلتين اللي هو learning a new language تعلم لغة جديدة بالإضافة إلى improving the ability to use your mother tongue اللي هي القدرة على استخدام اللي هي mother tongue اللي هي اللغة الأم الأصلية وسلامتكم هاي اللي هي الأفكار العامة في القطعة آمل من ربي عز وجل إنها تكون شوي واضحة إن شاء الله وندروسها بالطريقة اللي اشتغلناها يعني بحيثنا ما تأخذ جهد كبير إن شاء الله and thank you very much for listening for being patient شكرا لصبركم ويعطيكم الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته